والآن نتحول إلى أخبار الأحوال الجوية مع زميلة رفيف أهلا رفيف يبدو بأنه ليبيا في بداية الأخبار حول التقس هناك نعم معنا خبر عن اجتياح للجراد لليبيا والمزيد داريمة بعد الفاصل معي في هذه النشرة أهلا بكم من جديد أبدأ معكم من ليبيا وأسراب من الجراد الصحراوي تجتاح منطقة زوارة شرق مدينة زليتن وأفاد مسؤول قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والمائية بأنه تم مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة لتوفير ما يلزم من معدات ومبيدات لمكافحة هذه الآفة طبعا لما تشكله من خطورة على المنتجات الزراعية جدير بالذكر مشاهدين بأن منظمة الأغبية والزراعة الفاو دعت مؤخرا ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب إلى الاستعداد ودعم فرق المكافحة الميدانية للتصدي لخطر الجراد ومكافحته من ليبيا ننتقل إلى منطقة الخليج العربي يبدو بأن أجزاء متفرقة من شبه الجزيرة العربية معرضة هذه الليلة لهطول المزيدنا الأمطار ففي السعودية تحمل الساعات المقبلة أمطار رعدية على جنوب منطقتين الرياض والشرقية ونجران وجازان وعسير ومنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وبصورة أقرب مشاهديننا تمتد هذه السحب المحملة بالأمطار لتطال كافة أرجاء سلطنة عمان والإمارات واليمن طبعا متوقع معه طول أمطار متفرقة خلال الساعات المقبلة وتصل سرعة الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى 45 كم في الساعة وإلى سرعة 40 كم على الخليج العربي تكون هذه الرياح مثيرة للغبار والأتربة تتدنى معها الرؤية الأفقية أحيانا وفي الإمارات مشاهديننا هكذا بدت الأجواء وهكذا بدت مدينة دبي هذا اليوم أمطار خفيفة هطلت على مناطق متفرقة تفاوتت نسبتها من إمارة إلى أخرى ويصاحب هذه الأجواء الغائمة في الإمارات انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خصوصا خلال فترة الليل ومع ساعة الصباح الباكر ماذا عن يوم غد كيف ستبدو الأجواء في عواصم الخليج العربي نتعرف عليها لدينا مستويات 200 وأجواء غائمة في مصبت مشاهديننا هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظة شكرا لكم على المتابعة